في قضية نوعية علجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة شرطة قضائية تانية باب الزوار بعد وضع تحت تصرف هذه الأخيرة من طرف مصلحة شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومديان لمشتبه فيها تحوز على سند بنكي مزور ومبلغ مالي بالعملة الصعبة ولتحريات باشرتها أداة المصالح مكنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة باستعمال سندات بنكية مزورة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا تمكنت عاصر فرقة مكافحة تهريب مهاجرين والاتجار بالأشخاص من إقياف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة من بينهم إمرأة وبعد تمديد الإختصاص القضائي تم حجز وضبط مبلغ 3070 أورو سندات بنكية بقيمة 8070 أورو 137 ختم لمؤسسات بنكية وإدارية وخاصة مستعملة في التزوير جهاز حزوب آلة نسخ مركبة خاصة أربعة هواتف نقالة بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار وخالفة الشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج التزوير والاستعمال مزور في محرارات مصرفية ووتاق إدارية تقليد الأختام ترجمة نانسي قنقر